مرحبا وطحياتي إلى اليوم يقول أمير الشعراء أحمد شوقي أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتابة وطبعا قال من قبل المتنبي وخيل جليس في الأنام كتاب وحتى قبل المتنبي وقبل شوقي قال ششر خطيب روم المفوه الكتب غذاء الشباب وبهجة الشيخوخة فهي الزينة في أيام الإقبال والرجاء وهي الملجأ في الأيام السود أيضا عبر شيكسبير ذات مرة على لسان إحدى شخصيات عمالي قائلا هذه مكتبة وأي الدوقية تساويها أو هذه مكتبة وأي إمارة أو مملكة تساويها قيل أيضا أن أحد الخلفاء أرسل بطلب أحد العلماء فلما أتاه رسول الخليفة وجده جالسا ومن حوله الكتب يقرأ فيها فقال له إن أمير المؤمنين يستدعيك فقال الحكيم قل له عندي قوم من الحكماء أحدثهم وعندما أنتهي سأحضر طبعا لو أردنا أن نستمر وأن نعدد كل ما قيل عن الكتب أو في الكتب وعن القراءة ربما وهذا هو واقع الحال لحتجنا إلى أيام وأيام فالقراءة واقعا هي عالم آخر عالم آخر لا يعبر عنه بمجرد كلمات عالم آخر خاصة عند القارئ الذي يعتبر الكتاب صديقا ومرشدا ومعلما وعالم آخر عند من تطرم في قلبه يعني جذوة الشوق والطوق إلى المعرفة وفهم الحياة واكتشاف أسرارها أيضا هو عالم آخر عند ذلك الإنسان الذي تصطرع في ذهنه آراء متعددة وأسئلة كثيرة جدا حول حقيقة الحياة والوجود حول الموت حول القدر والإرادة والحرية واللذة والطيبة والألم والقصوى والمصاعب والمعاناة وغيرها من مشاكل الحياة والوجود ومن جهة أخرى فالكتاب الحسن أو الجيد أو المفيد هو لربما من أثمن النعم التي تتيحها الحياة لمن حبته بالعقل والفهم والذوق وحب المعرفة لأن الكتاب هنا هو خلاصة حياة كاتب جبار أو مفكر كبير أو عقل عظيم يعني غني واسع الأفق وبعيد الغور والكتاب الجيد أو المفيد أيضا يعمق ويهذي بالشعور ويوسع آفاق النفس والعقل ويقوي قدرتنا على التفكير ويفتح البصر والبصيرة على عوالم من الحكمة والفكر والعلم والجمال والظوق والفن وعلى أسرار كثيرة لم نكن نعرفها أو لم نكن نشعر بها أو لم نكن نعلم أصلا بوجودها طبعا الإنسان يحب الحياة بكل جوارحه ويتمنى لو في استطاعته مثلا أن يعيش أعمارا مباعفة فوق عمره خاصة الإنسان الساعي نحو المعرفة والقارئ هذا الإنسان يتمنى أن يتذوق كل ما تفيد به الحياة من للذات وحتى من آلام يتمنى أن يعيش عمرا مضاعفا ليروي ضمأ عقله بإجابات عن كل الأسئلة التي تجول في خاطره ولكن العمر شحيح وقصير أقصر يعني مما نتخيل بكثير أو بعبارة أخرى فالحياة بخيلة لا تتيح أو لا تسمح لكل إنسان أو لهذا القارئ الشغوف بالمعرفة بأن يتجول بين أفاقها وبأن يخوض في بحارها باحثا عن مكنونات دررها وعن ياقود وزمرد ومرجان العلم والمعرفة لم تتح واقع عن الطبيعة والحياة هذا الأمر إلا لفئة قليلة وقليلة جدا من عظماء هذا الجنس البشري وطبعا هم العلماء والفلاسفة والحكماء والمفكرين والأدباء والشعراء ولذلك تعتبر القراءة واقعا عبارة عن سياحة في داخل هذه العقول الجبارة وعبارة عن سياحة بين آثارهم التي هي آثار الفكر الإنساني في رحلته الطويلة وأيضا يعني تعتبر القراءة أو أن من يقرأ لهذه الصفوة المنتخبة فهو واقعا هنا يعني يقضي الوقت في صحبة عمالقة من أزمان وأماجن وبيئات وعصور مختلفة من هنا فالكتاب يعني يزيد من عمر الإنسان أو أن الكتب بشكل عام تزيد أعمارا إلى أعمارنا المحدودة هذه الأعمار المحدودة المعلقة دائما بخيوط الزمان والمكان فالكتب وحدها القادرة على إعطائنا مثلا تأشير للسفر بين القارات وبين العوالم سواء الواقعية أو المتخيلة والكتب هي التي تمنحنا دون أي مقابل حرية التجول بين طياط الزمكان فالقارئ مثلا الجالس على كرسيه في غرفة ضيقة هو واقعا يطوف بذهنه في أسقاع الأرض لبل يرقى إلى عوالم السماء ويمتلئ بأنوارها وأيضا وهو على كرسيه في هذه الغرفة الضيقة وهو يقرأ أيضا قد يرتد إلى الماضي الصحيق ليحضق في كهوفه وفي ظلمات هذه الكهوف أيضا قد يتقدم إلى المستقبل ليعاين بهاءه مثلا وجلاله أيضا يقول شوبنهاور يعني بما معناه أنه لكي تقرأ الحسن من الكتب والجيد من الكتب يجب أن لا تقرأ السيد منها لأن الحياة قصيرة جدا لذلك اختيار الكتب المفيدة هو الشرط أساسي لاستخلاص رحيق التجربة الإنسانية الطويلة فأمام قصر أعمارنا من المهم جدا أن لا نضيع الوقت سدى في قراءة مثلا السخيف والهزيل والساذج مثلا من الكتب طبعا هنا لا أريد أن أقول يعني اقرأ هذا الكتاب مثلا ولا تقرأ ذلك الكتاب بل سأقول اقرأ في مجالات الفكر والفلسفة والعلم والأدب بأنواعه بمعنى اقرأ ما قد يرتقي بالعقل وبالشعور وبالحس الإنساني اقرأ ما قد يثري ويغني ويشبع نهم العقل للمعرفة اقرأ ما قد يجعل القلب والذهن مثلا في حالة من النشوة التي دونها أي نشوة وهي طبعا نشوة للذات المعرفة وهي نشوة المتعة العقلية التي لا توزن ليس فقط بدرهم أو دينار بل بسبائك المعدن الأصفر الثمين أما كيف نقرأ عن هذه قصة أخرى وربما لست أهلا لأعطي في هذا المجال النصائح ولكن ومن خلال خبرة متواضعة جدا توصلت إلى بعض الأمور أو إلى بضعة أمور مثلا وطرق قد تعمل على زيادة في الإفادة من القراءة وقد تساعد مثلا على تنمية مهارات القراءة والفهم عند الإنسان فمثلا أعود لأشدد على النقطة السابقة لأنها أساس اختر الكتب الجيدة اختر الكتب الجيدة فالعمر لا يتسع لقراءة كل ما كتب كل ما كتب ولا حتى لقراءة واحد بالمئة منها وأصلا ليس كل ما كتب يستحق القراءة اقرأ كما ذكرت سابقا الكتب التي تطرح قضايا فكرية حتى بين ثنايا رواية ما أو بين طياط قصة أو قصيدة اقرأ في الفلسفة وفي حياة الفلاسفة وعن حياة الفلاسفة والمفكرين وعن آرائهم وأفكارهم اقرأ في العلوم الإنسانية المختلفة اقرأ في مجال العلم وعن العلماء وعن النظريات العلمية اقرأ في الأدب نثرا ورواية وتربية وشعرة ومخطئ هنا مخطئ وواهم من لا يعطي للأدب أهمية أو من يزدري الأدب في مقابل صنوف المعرفة الأخرى فالأدب واقعا هو من أثمن وأرفع ما يمكن أن يقرأ لأن الأدب الجيد طبعا ينبع أو ينبع من قدس أقداس النفس وطبعا يتضمن زبدة وعصارة وخبرة أديب منحته الطبيعة قدرة التعبير عن آرائه وعن تجاربه وعن أحاسيسه وحتى عن تجارب الآخرين طبعا القدرة بالتعبير عن كل هذه الأمور بمجرد كلمات وهذا أمر لا يجيده السواد الأعظم من البشر وإلا لتحولنا جميعا ولا تحول الناس كلهم إلى أدباء وروائيين وكتاب هذا برأيي المتواضع ميزان ومقياس الكتب الجيدة طبعا إضافة لعامل مهم جدا وهو اختيار الكتب التي صمدت أمام عوامل الزمن التي تحدت الزمن وأثبتت قدرتها على البقاء لأن مجرد بقاء هذه الكتب حية ومتوهجة هذا يعني أنها تحمل في داخلها عناصر جوهرية لحيوية العقل والنفس التي لا حياة بدونها فإذن علينا برأيي الذي قد لا يكون ذا أهمية قصوى علينا أن ننتخب ما نقرأ من بين أحسن الكتب إذا أردنا أن نحيا حياة ذات قيمة أيضا علينا عندما نقرأ علينا مثلا أن نتلبس عقل وشخصية الكاتب حتى نستطيع أن ندرك أكثر ما يريد أن يقوله لنا وهذه طريقتي في تقديم الشخصيات في حلقاتي على اليوتيوب فأنا واقعا أتلبس الشخصية وأتكلم بلسانها وأقدم أفكارها يعني كما أرادت هي أن تقدم طبعا بصرف النظر عن قناعاتي وأراء الشخصية فمثلا أكون متصوف عندما أقدم لشخصية صوفية وأكون مثلا من عتاة الملاحدة عندما أقدم لشخصية أو لمفكر أو لفيلسوف ملحد وبالمقابل سأكون مؤمنا كما يقال لا تأخذني في الله لوم تلائم عندما أقدم لمفكر مؤمن أو لفكر إيماني ما لأني أصارحكم القول أتقمص الشخصية وأحاول أن أعيش ظروف حياتها وأمالها وأحلامها مثلا وهمومها وكل ما كون هذا الفكر وكل ما يجول مثلا في خاطرها وبالخلاصة أنا أفتح قلبي وعقلي للكاتب ليسكب فيه دمه مثلا وأترك ذلك الدم يجري حارا في عروقي حتى أستطيع أن أفهم مرامي الكاتب يعني تماما كما أفهم مثلا مرامي أعز وأقرب أصدقائي أيضا من أهم عوامل فهم الكاتب أن لا نكتفي بقراءة عمل واحد لهذا الكاتب بل أن نمر على عدد من أعماله طبعا حتى نستطيع أن نرسم مثل خارطة فكرية أو أدبية للكاتب كمثل أن نختار مثلا عملا له من فترة الشباب وآخر من فترة الكهولة أن نقرأ له مثلا عمل كتبه على إثر أزمة كبرى مرة بها وأن نقرأ أيضا عمل آخر مثلا إبان فترة راحة أو استرخاء إلى آخره كذلك علينا بعد أن نقرأ كتاب فكري ما لكاتب ما يعني أن نلجأ مثلا للمقارنة بين أفكاره وأفكار معاصره طبعا لنرى أين يتفقون معه وأين يختلفون وهذا أمر مهم جدا سيساعد على فهم الكاتب وأفكاره وما يحيط بهذه الأفكار وسيساعد على فهم البيئة أو الجو الفكري الذي انبثقت من صلبه هذه الأفكار أيضا من أركان القراءة المفيدة من وجهة نظري الاستزادة والاستلهام طبعا الاستزادة بمعنى توسيع نطاق معارفك بالاطلاع على أمور جديدة يعني لم تكن تعرفها من قبل يعني لا تحصر قراءاتك في مجال واحد بعينه بل تطلع على بحور ومحيطات المعرفة المتنوعة أما الاستلهام فهو بمعنى أن نفكر بعد أن ننتهي من الكتاب أو من فقرة من هذا الكتاب أو فصل أن نفكر عميقا يعني فيما قرأنا وأن نطلق العنان مثلا للخيال ليستلهم شيئا من هذا المقرؤ أو أن نحاول مثلا أن نسقط ما قرأنا على أمثلة حياتية سواء معاصرة أو سابقة أو قديمة أيضا من الأمور المهمة طبعا مسألة تدوين الملاحظات على ورقة أو دفتر مستقل وأيضا مثلا كتابة التعليقات والحواشي على هوامش وجنبات الكتاب يعني حتى تسهل مهمة العودة يعني إلى المعلومة متى محتجنا إليها وأنا شخصيا يعني ومنذ زمن بعيد ألخص يعني كل كتاب أقرأه وأضع هذا التلخيص داخل الكتاب قد يكون ورقة ورقتين ثلاث إلى آخرين طبعا بصرف النظر عن هل أن هذه الملخصات ذات قيمة فعلا أم أنها مجرد خربشات مني أم لها قيمة يعني بصرف النظر عن مسألة أن تكون لها قيمة يعني هذا شرف لا أدعيه طيب قبل أن أنسى أيضا من المهم العودة للكتاب وهذا أمر مهم جدا بعد قراءته يعني بعد مدة من الزمن شهرين سنة عشر سنوات غير مهم لأن أعمار الكتب خالدة أعمار الكتب خالدة ولا تقاص بالسنين ولا تقاص بأعمارنا البشرية المحدودة فعندما تقرأ الكتاب وتبتعد عنه لشهر أو لسنة أو لسنتين وعندما تعود إليه أنا أضمن لك أنك كلما عدت إلى الكتاب كما قلنا بعد انقطاع مدة من الزمن ستجد أنك ستكتشف أشياء وأمور جديدة لم تكن تراها سابقا أو لم تكن تلحظها سابقا في الكتاب وهذا أمر طبيعي جدا لأن الإنسان خاصة القارئ والسائي نحو المعرفة طبعا في هذه المدة سيكتسب خبرات جديدة وسيتمتع بمزيد واتساع في الأفق وبمزيد من الثقافة واتساع المدارك طيب أخيرا وباختصار فالقراءة حياة لا يعرف قيمتها إلا القارئ وصراحة كنت كلما أدخل إلى بيت يعني كبير أو صدير غير مهم كنت كلما أدخل إلى بيت أو منزل أو شقة ولا أجد في هذا البيت يعني مكتبة أو حتى يعني بضعة كتب صراحة كنت أشعر دائما بأنني في أرض قفر قاحلة وخالية من النضرة والخضرة والماء وأسأل نفسي عن ما هي هذه الحياة التي يعيشها أصحاب هذا البيت من دون قراءة لكن من جهة أخرى فإني أفضل هؤلاء الواضحين والصالحين حول أن القراءة ليست من اهتماماتهم أفضل هؤلاء على أولئك الذين يتباهون بالكتب ولا يقرؤونها وطبعا أقصد من يقتني الكتب ويبتاع الكتب من أجل الزينة فقط لا غير وهذا أمر شائع بكثرة طيب أطلت عليكم وربما يعني أكثرت في الحديث والتكرار والإعادة فأستميحكم عذرا وأختم بالقول أنه يعني اسأل نفسك أو اسألي نفسك بعد قراءة أي كتاب هل ازددت معرفة؟ هل توسعت مداركي؟ هل تعلمت شيئا جديدا؟ هل زاد فهمي للدنيا مثلا؟ هل أشعر بالسعادة؟ وهل تعمق شعوري بالحياة؟ طبعا إذا كانت الإجابة بالإجابة فما قرأته كان مفيدا وذاقيما ويستأهل هذا الجهد الذي بذلته أما إذا كانت الإجابة سلبية فهذا يعني أن قراءتي كانت مجرد استهلاك للجسم أو للجسد والحواس والصحة والذهن وللعمر بلا أي مقابل وهذا فعل غير عقل وشكرا إلى اللقاء